في إطار الجهود المبدولة لمحاربة حرب الطرقات وتعزيز السلامة الطرقية تعززت فرق المراقبة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل بتخرج فوج جديد تخرج هذا الفوج يندرج في إطار عملية تعزيز السلامة الطرقية التي توليها الوزارة أهمية كبيرة وأولوية قصوى اليوم الحمد لله هناك كوكبة جديدة من المراقبين للطرقات تابعين الوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واللي بالفعل أدوا القسم وبهذا أداء القسم اليوم هناك تحميل المسؤولية جديدة نحن بالنسبة لنا هذه عملية التي تتشرفنا على الصعيد الوزارة باعتبار أنه الستراتيجية الوطنية في إطار الوصول إلى السلامة الطرقية المدلقة في 2026 نخص نقلص معدد القتلى في حدد 50% والجزء الكبير من العمل لكي نوصول هذا الأداف هو أن نوفره الطاقات الضرورية لقيام العملية المراقبة الطرقية الفوج يضم ستة مراقبين سيلتحقون بعد أن أدوا القسم لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بجهات بديم الله الخنفرة والضرب إذا أسطات ودرعة فلالت والعيون السقي الحمراء نحن جوجد نساء في هذه المراقبة نعزز الفرقة المراقبة بصفة عامة وكنتمنوا أن نكونوا عند حسن الضم ديال الوزارة ديالنا ونساهموا في تحقيق السلامة الطرقية اللي هي الهدف ديالنا هذه المجموعة تضم سيدتين لأول مرة وستتكلف بمراقبة حافلات المسافرين وشاحنات البضائع وسيارة النقل المختلطة ترجمة نانسي قنقر